اوه هاي هلو تمام و دي هنتكلم فيها عن الفناتكس تاني برضو عشان الليكتور دي صعبة سيكة بس هي حلوة جدا يعني موفيدة جدا وحلوة جدا يضا بنا نبدأ و برضو هارجع اقول انه متاح كورسات انلاين في اي حتة انجليش او ارابي يعني ان الاثنين واحد متاح كورسات افلاين حاليا نفسهاك بس نبدأ و في كلمات كتير بتبقى اللي هي صوت واحد او صوت متحرك واحد زي اللي هي كلمة سات وهي فيها بس اللي هي الكلمات اللي هي بيبقى فيها صوتين ورا بعض زي كلمة بوي تمام واللي هي بتتعملها كده تمام و اللي هي المتكونة من ثلاثة كمال زي كلمة باور بتنتق تقريبا تمام ورا بعض الجدول ده مهمية احنا هنشرعه في اللي بعد دي على طول فالفكر ان الاصوات زي ما قلنا اول حاجة الناحية دي او الاتجاه ده تمام بيكون انه في كل الحروف يعني هنا وهنا كمان بتاع بيكون تقريبا تقريبا يعني متوسط مفتوح بس متوسط مقفول بس متوسط مقفول ومفتوح تعالى ناخد حاجة تقريبا نتكلم عليهم تقريبا 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 هنا الموضوع بيكون الشكل اصلا بتاع يعني ده شكل اللسان شكل البق اصلا شكل اللي هو التجويف الفمي الشفوي او الفموي تمام فحنا بنتعامل على اساسه همسح بس الحاجات عشان نخطط مع الكلام تمام نبص على اللي هو العمودي بقول لك هنا تمام تمام يبقى ايه معناها وهنا لو لما يكون البقق فهبالتالي الجو او الفك بتاعي بيكون لو نازل لتحت فبتالي اول حد اي حد هيفتح بققه فاللور لو عندي تمام بيكون نازل لتحت اوكي تمام طب بعد كده بقول لك قبل مدو ده اللي هو ببقى زي ما قلنا في الوسط الاثنين فحنا هنركز على دول نرجع ثاني اللي هي العرضية تمام اللي هي دي اه رفيرس ده بعبر عن ايه بعبر عن اللسان بيبقى ايه طالع لفوق ايه الحتة اللي في اللسان شغالة في الوقت اللي أنا بانطق فيه دي بيبقى الحتة للفرونت هنا قلنا عليها بردو شرحنا الحتة دي المرة نفاته اللي هما ايه هي اللي بيطلعها العلماء الفينولوجي وعلماء الفيناتيكس اللي هي ايه هي اصلا اللي هي الفول الاساسية اللي هي دي تمام طبعا عايز اقول لكم ان دي اشكال مختلفة للحرف نفسه فبالتالي لانه كل عالم كان بيطلع حاجه بقول انه ساعات الوصفة بتاعنا للفيناتيكس بيختلف من اوثر لاثر تاني من كاتب لكاتب تاني يعني هنا تكتبها بيه ر و جي ايه وهناخد برضه ر ب و جي ايه تمام يعني هنا اي تي كي اليو مون مون ست ست اليو نفس الحاجه بس هنا الأي اتكتبت في و الأي هنة كلا اللي هي الأي ساوند وهكزا هنا هنا هذا و شكلها بالطريقة دي النفس الأو معمول هنا. تمام? وهكزا. هنا معمولة بالطريقة دي وهنا معمولة بالطريق وده حرف مختلف عن الاشواء. تمام? فبالتالي آآ لازم نبقى عارفين انه مش كل الناس بتكتب نفس الحاجة عشان ساعات واحنا بنعمل سيرش عن في جوجل او نعمل لكلمة. تمام اللي هو ان احنا نكتب الكلمة بالاصوات. احنا لسه ما اخدناهوش. تمام? آآ ساعات بيجي لك الحروف دي. فانت خليك عارف ان هو هو نفس الشكل ده. اوكي? آآ وده كمان آآ للونج والشورت فاولز. آآ في ار بي ده. اللونج فاولز كانت ال اي وهكزا. والاشكال بتاعتها. وده والاشكال بتاعته. تمام? هنا الشورت فاول اتنين اربعة ستة سبعة. هنا اتنين اه اتنين اربعة ستة بس. وخمسة لانهما خمسة لهم. اوكي? آآ احنا احنا بليمشي على ده. تمام? لان احنا عندنا سبعة شورت وفايف لونج فاولز. تمام? الفاولز والكونس هنسيب الفاولز دلوقتي بنرجع للفاولز. الكلمات هي اما بتكون او هاشرح حاجة سريعة. لما نحاول ننطق الاف والفي. آآ الاف انا بنطقها اف. ما فيش حاجة الاحبال الصوتية مش مقربة من بعض حتى. لكن هنا الاحبال الصوتية بتبقى جميع بعض فبتالي بتعمل وحاجة تاني نحس بها ان احنا لما بنحط ادينا واحنا بنقول اف ما بيحصلش اي حاجة في الحنجرة. لكن لو قلنا في هتلاقي ان كل آآ آآ زورك بعمل بعمل. او كي? فانسايد او بنسميها البوكس اللي هي الحنجرة. عندنا آآ 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 من الحبال الصوتية. تمام? آآ اللي هي الغداري في يعني. تمام? هم اتنين او عضلتين بيبقوا زي اللابس. تمام? وده اللي بنتعمل فيهم ايه? الحبال الصوتية اللي احنا بنتكلم فيها. في الاول خالص في اول الفوكال كور الفولز. تمام? في اول آآ في البداية مش في الاول تمام? اده فرونت تمام? قدامها. من اول آآ الحبال الصوتية بيحصل ايه? انه في اتنين جوينت توجدر وفاكست من انطائد بنسميهم آآ آآ سايرويد آآ آآ كارتليج واللي هي الغدروف الدرقي. تمام? واده باك بقى بيت بيت كمعه في حاجة تاني اسمها آآ آآ كارتليجز واللي هي الغدروف الحنجري او الغدروف حاجة تاني لي اسم تاني. تمام? فهم لو كانوا هناك بروحوا للآآ لو تحرك ده. ده لو تحرك بالذات بتتحرك مع آآ فولز اللي هي اه ده الغدروف اللي اسمه او الغدروف اللي هو الحلقي بيتحركوا كمان بيتحركوا مع بعض فبالتالي هو بنسميها تمام والجلوتس ده بنشير اليه كأنه الانفتاح اللي ميكون ما بين او درجة التباعد ما بين ايه الحبل الصوتية تمام سبق هي ايه درجة التباعد ما بين او درجة الانفتاح ما بين الحبل الصوتية انا عارف ان الحتة دي كلها اسماء كبيرة علينا بقى واحنا ما نعرفش الحاجات دي بس هي ممكن تتخذ زي ما هي نظري كده انا حاولتها بشكل على قد ما اقدر لان هي يعتبر شرح النظري بالنسبة كبيرة يعني او شرح طبي كمان تمام لو الحبل الصوتية are two apart بعيد عن بعض we say that the glotus is open تمام و دي ممكن تيجي true false تمام لكن لو هما الاثنين مضغطين على بعض بنقولen the glotus is closed مقفولة تمام اه في اربع حالات احنا ممكن نستخدمهم في في ال vocal folds واللي احنا بنشوف ان هي كل واحدة بتكون في position معين ال wide apart والاول واحدة هنا ال vocal cords بيكونوا بعاد عن بعض قوي زي ال breathing عشان يقدر نتنفس بيهم وكمان بنطلع ده في زي ال pa وال f والs واللي احنا اتكلمنا عليها يبقى احنا بنطلع تمام لما بتكون ويد ابارد نارو اللي هو قريب من بعض تمام اه لما بيحصل الحوار ده بيحصل حاجة اسمها فراكتيف وفراكتيف دي فراكتيف اللي احنا قلنا عليها في اول حاسة خالص ان احنا اه بيحصل احتكاك للهوا في الاعضاء فبالتالي بيكون بيبقى في هسنج ساوند لو احنا هسنج ساوند لو احنا عملنا اه اي صوت من ال الفراكتيفز الكام مسلا لمدة كبيرة تمام اه مش فاكر اي صوت من الفراكتيفز دلوقتي سمعني خلاص اه الفراكتيف زي مسلا حرف ال اف لو احنا قلنا اف مع البعض بيطلع زي اه صوت او بيبقى في بيبقى زي الحرف الهسنج اللي لس مع الصوت كمان اه في في حاجة اسمها experimentation بتحصل في النايرو جلوتس والالي هي ان احنا بننطع حرف اه فاول عبل اله او حروف عبل الزي كلمه في احنا بنقول p-h تمام وده بنسميه زي ما بنقول اه حتى الدكتور بقولك اه 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 تمام طب اعطني حاجة بتاع الفوكال كورز اللي بتعمل تمام اه لما ده بيحصل بيحصل ايه الفوكال كورز بيبقوا ايه بيلمسوا بعض او حرفيا قريبين من بعض فضغط الهواء بيعمل ايه عليهم بيخليهم يعملوا فالبايبريشن او الهواء المطالع من الرئتين بيعمل ايه بيخلي الهواء يهرب بس تمام فده بقى لما الهواء بعد بسرعة ما بين على على الحواف بتاعت الاحبال الصوتية بيحصل ايه ان اللي هي بتفتح وتقفل دي بتحصل كتير قوي فده اللي بيسبب تمام وده بيممكن يحصل ما بين الف امتين لتلتمية مرة في الثانية في السيدات تمام في صوت السيدات يعني وفي صوت الرجالة بيقول النص تمام تمام بيحصل النص رابع حاجة الفوكال فولز بتكون كلوز كدا وده اللي بيحصل الستوب وده اللي بنسميها او الصوت اللي بنسميه glottal plosive او glottal stop اللي هو انه قريبين من بعض مش لمسين من بعض هم قفلين على بعض فبالتالي بيقف الصوت نهائيا تمام اه كده خلصنا لكتشر فور اه طبعا لو محتاجين شرح زيادة والبدء افس هتبقى مع الحاجة لو محتاجين شرح زيادة just send me على طول send me a message or contact me على الرقم تمام وثانكيو اتمنى تعملوا عظمة يا رب باي باي